اقال مجلس الوزراء الاوكراني رئيس دائرة الضرائب من منصبه بعد فتح تحقيق معه في قضية فساد محامي رئيس ادارة الضرائب والجماري قال ان موكله رومان ناصيروف يخضع للتحقيق بتهمة اختلاص نحو ملياري هريفنا اي ما يعادل 75 مليون دولار اعتبر المحامي ان عملية التحقيق غير قانونية لان موكله اصيب بازمة قلبية كما يقول فيما اكد رئيس لجنة مكافحة الفساد ان جميع الاجراءات التي تمت بحق ناصيروف قانونية هذا ويشتبه بضلوع ناصيروف في مخططات فساد ايضا يشارك فيها احد النواب البرلمانيين جوهر هذه الاتهامات هو ان الشركات التي يستفيد من ارباحها السيد ناصيروف ولمدة طويلة وبشكل يخالف التشريع الاوكراني تتأخر في تسديد دفعات الايجار للميزانية مما شكل خسائر بلغت نحو 2 مليار هريفنا